أيضا كان في مجموعة من القرارات اتخذت وأعلن عنها أعلن عن السيد الرئيس في نهاية المؤتمر في مقدمة هذه القرارات إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة 320 مليون جنيه لإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كاركر وهنا هو اهتم جدا المرة دي بالنوبة وقال بعض المحافظات ممكن تقول لي وانت ليه مهتم بالنوبة النوبة كان فيها مشكلة وإحنا عايزين نؤكد لأهل النوبة أن ننتجز مننا ولا يمكن أن ننساك وأهملناك وسنوات طويلة أيضا مناطق صناعية تبدأ بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال 6 أشهر المقبلة أيضا كان فيه قرارات أخرى تطوير برنامج كرامة وتكافل ليتضمن تشغيل أبرامج تشغيل أبناء الأسر اللي يشملها البرنامج سمرار تكسيف الجود في مجالات الصحة والتعليم والإسراع في تنفيذ مشروع مسلس الزهبي قنا سفاجة الأسير على خمس مراحل وطبعا موضوع فورجندي وهو خورجندي استبعد أعلن الرئيس استبعاد منطقة خورجندي والمقدرة مساحتها بـ 12 ألف فدان من الريف المصري تذكروا أن هذه كانت قضية أهل النوبة وعملوا اعتصامات من أجلها الرئيس قرر أن أعلن استبعدها يعني فيه قرارات كتيرة جدا منها ما حدث في كيمة ترجمة نانسي قنقر